السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد في قناة امالكي تشان اليوم اغادي نوريكم كيفاشا غادي نقطع هاد الاناناس وبهاد القطعة اللي هي قطعة الاناناس الستايل انا كنت جا حطيت واحد الفيديو على مشتريات اللي اخذت لي المطبخة سوف نحط لكم الرابط باش تشعرفوا من اخذتها و من اشريتها وبشحال التفاديلها اغادي القطعة فيها جوش الاجزاء الجوش الاعلى اللي هو جاي على يد القبضة اليد والجوش الاسفل اللي هو كما كتشوفو انتوما في الصورة فيه سنينات وهذه البطن القري فاشكا تسالي كتضغط عليها باشكا تخرجي لطرفة الاناناس اغادي ناخدو الاناناس دعبا و غادي نحيدو لها ذاك الفقاني ديلها او الطرف ديل الراس ديلها اه و غادي نجيبو القطعة و نحطوها في المنطقة في الوسط اه كينا واحد البلاسة جاي بحي شكل ديل العدم و انما هو شي مش المصطلح الصحيح ديل العدم بالاناناس و انما ملقتش مصطلح اخر اغادي نضغطو في نفس الوقت احنا كندورو و كندغطو حتى نوصلو الى رقم ثلاثة و غادي نشوفكم من بعد نوصلو الى رقم ثلاثة اشتركوا في القناة انبقب احنا كندغطو في الساعة وعدما وصلنا الرقم ثلاثة ، غادي نجيبو طرفة ديل الاناناس يجبو اه تدورو الهودة العكسية حسنا نجبو طرفة ديل الاناناس دياننا انتم كما كتشوفو طرفة ديل الاناناس خرجو والشكل الانانس يعني الغشاء دياله او القشرة مع ذاك العدم الوسطاني وكيبقى شوية العاصر من داخله وهذه يمكن لك انه تحطيها كدكور تخذ فيها مجموعة الفواكه وطروفات الفواكه مع الانانس شكل جميل جدا لان الملاحظة في هاد القطاعه اخذت الطروفات خرجو ارقاقين ماشي طروفات غلط سنبركو على البطنة الجري ونحيدو المقبض لليد وننزلو الطروفات الانانس كما تشوفو في الصورة وانا كما قدلكو مرهما الطروفة يجيو شوية ارقاق ماشي غلط اخدو احترايف يمي وارحظه ووالا هو الشكل النهائي الاناناس وهذه هي البقايا الاناناس كما قاعدتون وإنما قد تصحت بك تقطع فواكه بمشكلة بألوان متنوعة وتحطي اللغة في الوسط وانا شكل جميل والألاء انا بنسبة لي وخد طرفة رقاقين اعجبتني 100% لان انا بحفوف اشك نقطع الان الناس اغب الموسك يبقى لذيك شي طرفة ديال القشرة ديال هاك تبقى يعني هاد القطعة انا اعجبتني تنشكلكم على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في حلقة مقبلة من اما الكيتشن